كلنا عارفين ان الباكينج او التغليف بيعتبر من اهم الاشياء اللي بتعتمد عليها اي شركة علشان تبعت منتجها او اي مطعم علشان يبعت منتجاته خلينا نقول ان ده بيحصل فيه ايضا منافسة كبيرة جدا والدرجة ان بتحصل فيه مسابقات على سبيل المثال طلاب كلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان حصدوا عدد كبير من الجوائز وحصدوا ايضا مراكز اولى فيه مسابقة التصميم الدولية المسابقة دي كان اسمها Arab Star Pack والمسابقة دي زي ما احنا قلنا كانت مخصصة للتغليف هذه المسابقة شارك فيها حوالي 800 طالب من جميع كليات الفنون والتصميم في عدد كبير من الدولة العربية مشاركة الطلاب في هذه المسابقة كانت فرصة ليهم حلوة جدا للتنافس والتعريف بقدراتهم الابداعية في مجال التصميم والتغليف خاصة انهم قدموا اعمال مميزة جدا حازت على اعجاب اللجنة المختصة طبعا المختصة بالتحكيم خليونا نشوف التقرير اللي جاي ونرجع نكمل كلامنا عنه طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان حصدوا عدة جوائز ومراكز أولى بمسابقة التصميم الدولية Arab Star Pack للتغليف والتي شارك فيها 800 طالب من جميع كليات الفنون والتصميم في الدول العربية وتصدرت في المقدمة الطالبة جولي حنة بقسم الإعلان وفازت بالمركز الأول في مسابقة التصميم البنائي للعبوة وفازت طالب عبد الرحمن عمر عباس بالمركز الثاني في مسابقة التصميم البنائي للعبوة كما فازت الطالبة بسمة جمال بالمركز الثاني في مجال التصميم الجرافيكي للعبوة وأيضا تمكنت الطالبة صف وجمال بالفوز بالمركز الثالث في مجال التصميم الجرافيكي للعبوة وفازت الطالبة مروى علي بالمركز الثالث مكرر في مجال التصميم الجرافيكي للعبوة وجاءت مشاركة الطلاب في هذه المسابقة فرصة لهم للتنافس والتعريف بقدراتهم الإبداعية في مجال التصميم والتغليف أمام المشاركين في المسابقة وحيث قدموا أعمالهم الفنية المتميزة التي حازت على إعجاب اللجنة المختصة بالتحكيم واعتبرت جامعة حلوان فوز طلاب كلية الفنون التطبيقية الفائزين في مسابقة التصميم الدولية للتغليف تأكيداً على ريادة الجامعة في دعم الفنون وتعزيز دورها في تكوين جيل من الفنانين والمصممين المبدعين والمتميزين في مجال التغليف